السلام عليكم ورحمة الله وبركاته أسعد الله صباحكم بكل خير متابعي قناة محبي الزراعة المتواضعة إخواني تلك هي جوافة الأنناس وتلك هي أظهار وجمال جوافة الأنناس كما تشاهدون ما شاء الله تبارك الله عليها أظهار بشكل كتيف جدا طبعا إخواني من أكثر الأمراض التي تعاني منها شجرة جوافة الأنناس البياض الضقيقي يعني عند عقد ثمار جوافة الأنناس علينا رش الثمار بمبيد فطري كي نتخلص من البياض الدقيقي طبعا فطرة الأثمار هي تحتاج لمبيد حشري تحتاج لمبيد حشري كي لا تكون الثمار عرضا للتلف بسبب الددان التي تقتحم الثمار وبالتالي نخسر ثمار الشجرة إخواني إذا أعجبكم الفيديو لا تنسونا بلايك والاشتراك بالقناة مع تحيات قناة محبي الزراعة المتواضعة والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته وبركاته